السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من تيشوف هاد الفيديو تنتمنى تكونوا باخير وعلى خير وتحياتي لجميع المتتبعين ديال القناة واليوم ان شاء الله هالبنات في هاد الفيديو بغيت نزل لكم واحد الوصفة غزالة بخصوص اللي عندها البنات اللي عندها اللوسة وعندها العقوزة ومحرين فيها العيشة فهاد الوصفة هادي زوينا باش يحنيو الراس شوية وباش يوليو يطيعوك ويوليو يديرو بحسابك فتنتمنى البنات اللي عندها هاد المشكيل تتبع معايا الفيديو حتى الاخير باش تطبق هاد الوصفة وكيف مما قلت لكم رهزوينا ومجربة مرارا وتكرارا عتهنيك من العقوزة ومن الفعايل ديالها ومن تكبر ديال العقوزة واللوسة فشنو تنحتاجو البنات لهاد الوصفة المكونات ساهلة تنحتاجو الشمعة شمعة عادية بيضة وتنحتاجو شوية ديال العسل العسل الحر والعادي اللي عندك ديري به وتنحتاجو الصورة ديال اللوسة أو العقوزة وتنحتاجو لواحد الزغبة ما عرفتش وش تتبين ليكم ولا الله ها هي واحد الزغبة ديال شعاركم انتوما صافع البنات وتتاخدو أنا نطبط قدامكم الوصفة واندريكم تتاخدو الصورة وتديرو فيها العسل الصورة ديال لوستك ولا ديال العقوزتك وتدهنيها بالعسل وتديري لو جهتي يشوف الشمعة ولكن صورة تكون مقلوبة الراس ديال يكون لتحت ما تديروش الراس الفوقة لبنات بهذا الطريقة هادي نسقوها الوسط ولكن الراس ها هو اللي يكون لتحت ديال الشمعة ما يكونش الفوق بهذا الطريقة هادي وفنش تبغيو تشعلوها تديرو لها الغيبة ديال من شعركم تديروها تحت الشمعة بهذا الطريقة هادي تتحطو الزغبة ديال تحت الشمعة وقت لسقوها عاد تشعلوها وتتقرؤ هاد القراية اللي غنقول ها لكم دابا وغنخلي ها لكم حتى في صندوق الوصف تتقولي سبعة ديال المرات فلانا بنت فلانا يعني الاسم ديال لوسا فلانا بنت فلانا نجرق ونحكم فيك كيما يحكم بنادم في الحمير وتتقولي عاود سبعة المرات عقدتك بشعر راسي كي تشوفيني تفرحي وتبوسي راسي هاد وجوش قرايات تقوليهم فلانا بنت فلانا نجرق ونحكم فيك كيما يحكم بنادم في الحمير وعقدتك بشعر راسي كي تشوفيني تفرحي وتبوسي راسي. كل واحدة من هاد القرايات تتقولي ها سبعة ديال المرات. صافي وتتخليو شميعا شاعلة اه وتحت منها كيما قلت لكم هاديك الزغيبة ديالكم. وبصحتكم وراحتكم وغادي نتشوفو كيفاش اه هدا تطويع رائع للعقوزة. كيفاش عاتولي طايعكم هي واللوسة. اه ولكن كانوا بجوجهم كل وحدة ديروليها الوصفة ديالها بوحدها. ما تديروش نفس الشمعة. كل وحدة ديروليها شمعة بوحدها. كانت غير وحدة تطبقوا اه غير على وحدة. وبالتوفيق ليكم كاملين. وشكرا بزف بزف. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.